لا تزال تداعيات الجريمة التي ارتكبت في قضاء أبو غريب غربية بغداد تفرد نفسها وبقوة في الشارع العراقي مع استمرار انتهاكات القوات الحكومية ضد المدنيين والتي أدت إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بعدما فتح عناصر بالجيش الحكومي النار عليهم بعدما نههم لهم من أخذ مواشيهم عنوى انتهاكات يؤكد أهالي قضاء أبو غريب أنها ليست حدثا عابرا بل أصبحت سمة للقوات الحكومية التي من المفترض أن تحمي المواطنين لأن توجه رصاصها إليهم هناك تكرار بهذه العملية فضحت المجرمين هذه ليست أول مرة ولكن هذه الأهم الذي قام بقتل القتل نفس آمنة مطمئنة مستقرة بيته يجي ضابط يعدم عائلة كاملة هذه الفاجعة تضع القضاء والسلطات الحكومية في موقع مسؤولية مجددا حيث أدى ترسيخ الإفلات من العقاب إلى إعطاء ضوء أخضر للقوات الحكومية والميليشيات بتكرار هذه الجرائم يعني شنو الإنسان يرعى غنم يجي نفر عليه يساومه على مواشية ويهدده ويردي يعوفه ويردي أنه بيجي اعتقله ويضربه لو أكو ضبط وقانون ضابط ما يجاوز التجاوز هذا ولكن معلسف إحنا نحتي شيء ما يتعواني هسا لأنه لو أكو صدق الدولة وأكو ضبط حتى هذا الضابط مفروض ما يستجرع على أي شغلة ويضرب ويقتل ويبشي ويبقى غياب تطبيق القانون والإنفلات الأمني في عراق اليوم من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ليس فقط في أبو غريب بل في العديد من مناطق البلاد ما يستلزم بحسب حقوقيين وناشطين رفع الصوت عاليا للمطالبة بمحاسبة جنات لإقاف هذا النوع من الانتهاكات والتي تهدد حياة العراقيين